ده جوه سيطرتنا وده ايه خارج سيطرتنا دايرتين في حياتنا ماشي دول نوعين القلق اللي جوه سيطرتنا ده اسمه القلق مفيد ليه لان احنا لما هنقلق هنقدر نصلح الحاجة اللي احنا قلقانين منها دي او نشتغل عليها او نحضرها او نحمي نفسنا فما نبقاش قلقانين اللي خارج سيطرتنا دي حاجات مش بيدينا حاجات بيدي ربنا فاحنا مش هنقلق منها بقى خلاص هنسيبها على ربنا كده وننسقص اتفقنا اللعبة بقى بتقول ايه ان انا هقول لكم مواقف اوكي وانتو هتقولوا لي اللعبة دي الموقف ده جوه سيطرتنا ولا خارج سيطرتنا ماشي نبدأ بمين نبدأ بمريومة بس يا مريومة ان مثلا حد يحبك في المدرسة ان صحابك يحبوك ان صحابتك تحبك في المدرسة دي حاجة جوه سيطرتك ولا خارج سيطرتك مش بييدك نا جوه سيطرت خارج سيطرتش خارج سيطرتك اتي مش بييدك تخلي اللي قدامك تحبك وما يحبكيش صح طيب سليم الزحمة في الشارع اللي انت بتخاف منها دي الزحمة دي حاجة جوه سيطرتنا ولا حاجة خارج سيطرتنا جوه جوه سيطرتنا انت اللي بتعمل زحمة ايوة من تكبير كده وضخم وتمشي في الشارع تمزحم الشارع كده ايه يا سلمكم دي حاجة جوه سيطرتنا ولا خارج سيطرتنا خارج سيطرتنا برافو عليك يا سلمكو طيب يا نادا لو حنقول مثلا 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 ان الامتحان يجي صعب دي حاجة جوه سيطرتنا ولا خارج سيطرتنا خارج سيطرتنا طب انك تعملي كويس في الامتحان يعني تقف يقول انت قلق انا بكرة الامتحان ونذكر وخايفة قلق انا من الامتحان دي حاجة جوه سيطرتك ولا خارج سيطرتك جوه سيطرتك جوه سيطرتك برافو عليكي انت كده عرفتي الفرق لان دي حاجة تقدري تذكر لها وتحضر لها فتدخلي الامتحان ومش معقول بقى تقلقي لقى خلاص مش هنقلق بقى طيب نروح لمريومة انك تقولي كلام كويس للناس ويبقى لسانك حلوة مع الناس دي حاجة جوه سيطرتك ولا خيرك سيطرتك جوه سيطرتش انا بتحكم في الكلام بتاعي برافو عليكي يا مريم